محططنا الأولى شو حتكون لليوم؟ اليوم حكينا أنه نحن بشهر تشرين الثاني ضمن هذا الشهر يعتبر هو من الأشهر اللي حسب الرزناماء العالمية يتم التوعية فيه لقضايا مناهضة العنف ضد المرأة رح نحكي اليوم بهذا الموضوع أكتر ونتوسع معظفتنا لليوم سلام قاسم المتخصصة بهذا الموضوع يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحك وشكرا على الاستضافة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أكيد نورتي صباحنا بالبداية خلينا نتعرف على العنف ضد المرأة خلينا نتعرف شو هو بالضبط هلأ حسب هلأ زلنا نحكي عن العنف أول شي رح نحكي عن التعريف العام لإله حسب الأمم المتحدة هلأ هو العنف ضد المرأة هو كل فعل يصدف يصدر عن شخص بهدف الإساءة إلى شخص آخر وينتج عن هذا العنف أزية قد تكون جسدية أو نفسية أو قد تكون أزية جنسية يعني يلحق الأزاء بالمرأة من نواحي عدة قد تكون النواحي مجتمعة أو قد تكون ناحية واحدة وقد يترتب عليه أيضا أزاء اجتماعي وهلأ بالوقت الحالي يعني اللي أكتر شي الشاغل هو العنف القائم عن نوع الاجتماعي أو الجي بي في نعم يعني بالعموم خلال هذا الشهر اللي هو شهر التوعية بمناهضة العنف ضد المرأة خلينا نحكي عن أبرز القضايا اللي بيتم تناولها من خلال إما ورشاة عمل أو من خلال جلسات مختلفة وأيضا اليوم يمكن نلقي ضوء على عدد من المواضيع مع حضرتك أكتر نحكي الأكثر جيوعا خلال هاي الفترة هلأ الأمم المتحدة احتفلت بـ 25 إداعش من كل عام بليوم العالمي لي مناهضة العنف ضد المرأة وفي حملة نحنا من قوم فيها يعني والجهات اللي تشتغل مع المرأة هي حملة الـ 16 يوم بتبلش من 25 إداعش لغاية 10 إداعش اليوم العالمي لحقوق الإنسان بتنتهي طبعا هي الحملة عم تكون بـ 16 يوم بس هي لو أخذت 16 سنة ومئات السنوات هي عم تكون قليلة لأنه دائما النتائج حول مناهضة العنف ضد المرأة ما عم تكون بالنتيجة المطلوبة اللي نحنا بدنايها لأنه أد ما حاولنا وأد ما اشتغلنا عم يتم في عنف ضد المرأة يعني حتى عالميا أنه نسبة العنف هو التلت النساء معنفات بالعالم يعني أنا ما فيني يقول أنه المجتمعات بالشرق الأوسط فقط هي المعنفة لا حتى بالمجتمعات الغربية فيه تعنيف بس بالمجتمعات الغربية طريقة التعامل مع حالات العنف ضد المرأة تختلف عنها يعني القوانين سياسة القوانين ثقافة المجتمع تختلف عن ثقافة مجتمعنا هلأ نحنا لما بقول أنا أنه في مرأة معنفة هو مو ملا شيء في أسباب والسبب الرئيسي اللي أنا بيعتبره دائما هو السبب الرئيسي لتعنيف المرأة هي نفسها لأنه هي بتقبل أنه تكون معنفة مثلا ممكن أنه ما تحكي أنه عم بيصير معا بتخاف على سمعتها ممكن تقول مع أنه هو ما بيضرب سمعتها أبدا بتلتزم الصمت ما بتحكي شو عم بيصير بالبيت بتخاف على أولادها عائلتها تماما أنه ما تحكي للعالم أنه هي عم تتعرض للتعنيف مع أنه هذا الشيء قد يأثر على أولادها أنه ينشأوا بأسرة فيها تعنيف ضد المرأة وأكيد الأولاد حيكبروا يعني وترجع هاي القصة تنعاد معهم مع أسرهم الجديدة بالسنوات القادمة خلينا نحكي على أنواع العنف كثير عنا أنواع للعنف مثل ما أنا عنف عنا لفظي وعنا عنف جسدي وكثير عنا من أنواع العنف اللي يتمارس ضد المرأة وكمان في عنا عنف اقتصادي خلينا يعني كمان نسلط الضوء عليه عم تنحرم المرأة كمان من الشغل عم تنحرم أنه تعمل كثير شغلة قات بتحبها بسبب أنه وجود ذكري أنه بمنعه مثلا أنه تروح تشتغل بمنعه تأسس حالة بمنعه أنه تعمل كثير إشياء خلينا نحكي على هالقصص تماما المجتمع الزكوري أن الرجل أنا الآمر الناهي مثل ما قال نجيب محفوظ بس القضية هلأ ما بزحكي على الأنواع كل نوع في تحته تشعبات فينا نقول نحن فعنا أن النوع عندك العنف القائم على النوع الاجتماعي يلي هو بحيط بالمرأة بيؤدي إلى عدم التوازن الاجتماعي بيقطع صلة الوصل ما بين تلك المرأة والمجتمع المحيط فيها فبيلتزم أنه منحطها بالبيت ما في عمل ما لا حرية بيصير زواجها بشكل مبكر الزواج المبكر زواج القاسيرات بتتزوج هي وطفلة بعمر 13 سنة وبتعاني بمسيرة حياة كتير طويلة بينحرم من التعليم عندك أنه أنت العنف التعليمي أنه حرمان المرأة من حقها بالتعليم بتقعد بالبيت فبتكون تبقى على امرأة غير متعلمة امرأة جاهلة ما بتعرف تقرأ ما بتعرف تكتب فبتكون هي الشخص المتلقي يعني أنت شو بتعطي لهالشخص ممكن يتقبل فمشان هيك نحن دائما بتكون العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية تمارس على هالمرأة أنه بدون هي ما تفكر وتعرف أنه يا ترى صح ولا غلط فبحكم الدين أحيانا بيمنعوها أنه تتعلم بيمنعوها أنه تطلع بره البيت بيمنعوها أنه تحكي الإنسان بطبيعة تكوينه البشري بحق الإنساني أنا ما فيني أفصل المجتمعات أعمل مجتمع ذكوري ومجتمع أنسوي فالوجود هنا الاثنين مع بعض لأنهم بيكملوا بعض ما حدا بياخد دور حدا هني بيكملوا بعض فأنا لما بلغي دور المرأة معناتها قضيت على الشق الأكبر كمان في عندك العنف يلي كتير هو مؤسر بشخصية المرأة هو العنف الجنسي هلأ العنف الجنسي بين مظلة تحتها فينا نقول نحن خمس فروع فينا نقول أن العنف الإيمائي والعنف اللفظي والعنف عندك الجسدي وعندي العنف النفسي وعندي العنف يلي بالوقت الحالي كتير منتشر هو الإلكتروني فهدول كلياتهم تحت العنف الجنسي هلأ لما بتم الاغتصاب أحيانا بتم اغتصاب لفتاة من أشخاص غرباء ولكن أحيانا الأصعب عندما يتم اغتصاب الفتاة ضمن أسرتها يعني بدلا هي ما تحس بالأمان ضمن الأسرة هون عم تغتصب قد تكون امرأة متزوجة يقوم زوجها باغتصابها أحيانا بيكون العنف النفسي كمان أنه بيسبب لها عنف جنسي وعنف جسدي وعنف نفسي كتير كبير كمان بالهجران لتلك المرأة أو أنه هي بتهجر في راش الزوجية فهون كمان بيكون عندنا عنف جنسي بيكون أحيانا عندك العنف داخل الأسرة عم بيكون عندنا سفاح القربة يعني للأسف نحن منتفاجأ أنه ببعض المجتمعات في اعتداء من قبل الأب أو الأخ على الفتاة اللي موجودة ضمن البيت اللي هي أخت أو ابنة فإذا هالبنت هاي ما عم تحس بأمان ضمن أسرتها فشو بتتوقعي منها؟ هاي أول شغلة أستاذ السلام أنواع متعددة للعنف ضد المرأة مثل ما حكيتي ومتشاعبة يعني ما بيكفي نقول نوع واحد أكيد كل واحد تحته تشاعبات يعني بدنا نحكي فيها ولكن اليوم ونحن عم نحكي للتوعية لمناهدة العنف ضد المرأة هو لا يبدأ فقط من المحيط أيضا يجب أن تبدأ المرأة من نفسها يعني نحن أوقات بنعاني مشكلة اللي هو يخوف المرأة الاعتراف بأي نوع من أنواع العنف الصمت الرهيب الصمت اللي هو ممكن يكون الدافع الأول خلف استمرار أي نوع من أنواع العنف يمارس ضدها خلينا نحكي اليوم كيف تستطيع المرأة أن تكون قادرة على مناهدة هذا العنف من نفسها حتى تستطيع بعدين نقل تجربتها لغيرها من السيدات أو الفتيات وبالتالي نشر مفهوم التوعية بالمجتمع هلأ أول شي نحن لما نشتغل على حملات التوعية وبكم هائل وبمناطق متعددة وخصوصي في المناطق التي لا تعطي للمرأة حقها فنحن هون بنكون أنت فتحتي لها باب أو مدتي لها إيد للمساعدة هون أنت هي بتحاول أنه لما بتحس الأمام بالمكان يعني لابد من وجود مساحة آمنة أنه تلجأ إلى المرأة لتحكي هون بتعززي الثقة بنفسها أول شي المرأة يلي هي معنفة هي في عندها بيصير عندك يعني شلون بدي أقول لك أنه آثار نفسية للتعنيف عندها أول شغلة بتفقد ثقتها بنفسها ثاني شغلة هي بتحس بعذاب الضمير بتحس بتعذيب الزات نتيجة أفعال ممكن تقوم فيها هي مراضيانة عنها أو هي ما لازم فيها أصلا أحيانا ما لازمب وأحيانا هي بتقوم لأنه كردة فعل يعني ممكن تكون معنفة ضمن أسرتها تضطر أنه تعمل شي غير لائق خارج الأسرة فبتصير عندها هون عقدة الزمب لما بترجع للبيت هي نتيجة هالضغط أنه بتحاول تعمل شي عكسي فيصير ردة فعل مؤزية لنفسها كمان بتصير اتكالية واعتمادية بتصير أنه بتعتمد على الرجل بصير أنه الرجل هو كل حياته ما هو مثل ما نحن منعلم المرأة لما بنشتغل على توعية المرأة أول شغلي أنا بعلمها أنه الرجل نحن مهم بحياتنا وما فينا ننكر وجوده أبداً وما فينا يحطه على جنب بس مو هو الكل هو جزء من الحياة يعني بقل له مثلا أنا مثلا هي قطعة يعني مش هي القطعة مننا هاي القطعة هي الرجل بس في جوانب كتير مهمة بالحياة فأنت لما بتشتغلي مع المرأة وبتمدي لأيديك عبر الجهات يلي ممكن تعرف كيف تشتغل بالمرأة والاختصاصيين يعني كتير صعب هلأ يعني بوقت نحن عم تدخل ناس ما لا علاقة بالاختصاص فأنت بعلم النفس كتير صعب أنه تفتحي الجرح وما تحسني ترجعي تسكري فهم ينزف أكتر وممكن نصير بمشكلة أكتر وممكن نرجع لصدمة ولأيام الطفولة وما نعرف مستخرج الألم ممكن توصل للمرأة للانتحار خلينا نحكي عن تماما ممكن توصل للانتحار أكيد هو الاكتئاب الحاضب ممكن يوصلها للانتحار خلينا نحكي عن الآثار النفسية والصحية والاجتماعية التي بتواجهها المرأة المعنبة هلأ مثل ما قلتلك أنا أول شي هي على شخصيتك كيف تنعكس أنه بصير ما عندها سيخة بنفسها بتعند عقدة الزم كمان في عنا نحنا أنه ممكن تتعرض للقلق للاكتئاب للتوتر اضطراب في النوم ممكن يصير عندها كمان آلام جسدية بتصير بتشكي كثير أنه عندها وجع بالظهر وجع بالمفاصل آلام بالرأس أنه كمان تحسيها امرأة غير متوازنة كمان بصير في عندك آثار اجتماعية بصير عندك ضمن الأسرة المرأة اللي عندها تعنيف هون ما بينتبهوا أنه هي رح يكون إلى أثر كتير سيئة على أسرتها يعني رح يصير عندك أنت تفتق قصري لا تعمل استقرار لا نفسي ولا عاطتي ولا شيء يعني الأسرة حتكون منهارة طبعا وانتي هون عم تربي أطفال إذا كانوا الأساسيين لهن الأب والأم الزوج والزوجة في تعنيف بناتهم كلمات لفظية غير لائقة قد يكون التعنيف أنا مو أنه بس بضربة لها المرأة أو شيء لا ممكن أنا أكون السب والشتم والزل والإهانة هي كمان أكتر من عملية الضرب اللي ممكن يلجأوا له الناس بتفكر أنه التعنيف أنه مجرد أنا ضربته لا هو هذا التعنيف جسدي بس التعنيف النفسي أصعب وأسهاره أكتر كمان ممكن يكون بأسر على الأسرة ممكن الطلاق بيأدي كمان للتفكك الأسري يعني هذه العلاقة السيئة توصل للطلاق ممكن تصير عندهم علاقات تانية ارتباطات بأشخاص يعني ضمن علاقات غير شرعية كمان خيانات زوجية كتير فكمان هذا بيكون سببه هو أنه نحن في عنا عنف داخل المنزل فهذا العنف كتير سيء والأكثر إساءة يعني هو عندي مثل ما ذكرنا العنف الاجتماعي هلأ عم بتم تسليط الضوء عليه كتير جي بي في لأنه بيكون له كتير أسار سلبية بيأثر على تعليم المرأة بيأثر على تربية الأطفال بيأثر على عدم القدرة على التواصل مع الوسط المحيط المرأة بتقوم ما بتشتغل معيب بالنسبة إلى العمل الزواج بيزوجوها بعمر صغير أنه نحن منحافظ عليها فبدال ما تكون عم تلعب بألعابة بتقوم بتلاقيها فورا ضمن بيت مع شخص ما بتعرفه غريب عليها هي أصلا غير قادرة على تحمل المسؤولية ولا جسدها مؤهل للحمل والولادة والمشاكل ممكن تتعرض للمرأة فأنت هون زوجتي طفلة وقتلعتها من بيئتها اللي هي لازم تكون تعيش فيها وتلعب وحتى تيها كامرأة سيدة وبدأت تربي أسرها فهي ما أنا قادرة تقوم بها المهمة يعني اليوم حكينا ما حضرتك شوي عن بعض أنواع العنف حكينا عن أفكار ممكن تكون مفيدة من أجل التوعية لمناهضة العنف ضد المرأة الاختصاصية النفسية سلام القاسم شكرا لوجودك معنا شكرا للكم وبرجع بتشكركم على الاستضافة وشكرا للمشاهدين اللي عم بيشاهدوا البرنامج وإن شاء الله نحنا كلياتنا مع بعض بنشتغل لمناهضة العنف ضد المرأة أكيد كلياتنا إيد بإيد كلياتنا حنناهض العنف ضد المرأة منتشكر وجودك معنا منتشكر كلمة التي ومنتمنى لك أكيد التوفيق شكرا للكم